اعتقد فيه سؤال طبيعي انك تسأله في هذا التوقيت مشهد ملفت للنظر هو لماذا لم تستهدف روسيا الرئيس الاوكراني الرئيس الاوكراني اللي ظهر في عدة بيديوهات وعمل لقاءات تلفزيونية وبيظهر في الصفوف المقاومة والجيش الاوكراني يعني اعتقد في تقديرنا المتواضعة سهل جدا ان روسيا تستهدف الرئيس الاوكراني طبعا ده شيء مرفوض تماما لكن انا بقولك على الواقع لماذا لم تستهدف روسيا زيلينيسكي على الطلك اللعبة اللي بتلعبها اسرائيل مع روسيا وبينيت اللي هرول على هناك لكن يبدو ان بوتين دكي جدا وعارف علاقة الرئيس الاوكراني مع اسرائيل فطلب منهم هذا الطلب اللهم أنا عايز الرئيس الاوكراني حي עכשיו צריך להגיד את הדבר הבא ההבנה שמתגבשת בירושלים ואת זה אנחנו יכולים לפרסם הערב כך הם מבינים שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין נמנע מלפגוע בזלנסקי ישירות במכוון למרות שבישראל לישראל הוא עברו מסרים שהם יודעים הרוסים יודעים איפה זלנסקי יודעים איפה הוא מחליף את המקומים אבל הם לא פוגעים בו בכוונה אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון אני כן יודע להאמר שזה מסר שעובר בצינורות הדיפלומטיק روسيا وعلى رأسها بوتين عارفة تماماً ازاي تصل لزلנסקי اللي كل شوية يقول أنا مهربتش ويتصور سيلفي ويعمل لقاءات ابصر ايه ومش عارف ايه وانا في مكتبي لكن روسيا واضح انها مش عايزة تقتله عايزها حي لو تتذكروا الحوار اللي اجراه بوتين من يومين واللي قال فيه انه انه غير الدموقراتيات الغربية الكاذبة لما كان بيرمي كلام على اوروبا وعلى امريكا قال لهم انا مش زيكم لما هروح العراق هقتل صدام ولما نزلت ليبيا قتلت القدافي احنا بنحاكم الناس وبنعملهم بديمقراطية انا مش هعمل كده بوتين عايز زلנסكي حي واضح ان دي الرسالة اللي خايفة اسرائيل منها واضح ان لسه اسرائيل مش عارفة تعمل ايه في هذا الطلب جنب روسيا תוקפים מערב את ישראל צפי ווידיה כתבנו אתה מביא לנו בפרסום ראשון את מכתב הגינוי של שגרירות רוסיה בישראל يترا فيها ايه בו הרוסים كبيرة جدا والغزو الروسي لاوكرانيا انه الحياة شيء صعب جدا اسرائيل بتحاول تلعب اللعبة لكنها مش قادرة تعمل ده وكل يوم بيزداد صعوبه ده اداء اسرائيل غريب جدا مع اوكرانيا لدرجة ان السفير الاوكراني في الاراضي المحتلة كان بيتوسل بلا استجابة بيتوسل لاسرائيل انهم يساعدوه اسرائيل بين وضعها حارق جدا بين بوتين المهم جدا بالنسبة لها زي ما صارتنا سابقا واهمية وجود بوتين في سوريا واهمية سوريا وان اسرائيل بتعمل فيها كل اللي هي عايزها تضل وجود روسيا هناك خصوصا في ظروفها المشتبكة مع ايران والاختيال اللي حصل لاثنين من اعضاء الايرانيين وايران اللي طلبت الرد ووضعها حارق جدا مع روسيا ووضعها صعب جدا مع الراجل زيلينيسكي يعني المخلص اشد الاخلاص لاسرائيل السفير الاوكراني كان بيتوسل اي مساعدة انتو ازاي سايبننا كده هكذا قال بصوت تملأه الدموع يتوسل واسرائيل ترفض المساعدة والتمن سوريا احتلال جيش الاحتلال ضرب الداخل السوري بعد اللقاء بينت واتل اتنين ايرانيين بعد اللقاء بينت والسفير الاوكراني ما زال يتوسل من جيش الاحتلال سعدونا في الحرب اشتركوا في القناة وانتو اشتركوا في القناة 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 يتذكر الشئ العام النهائي للعرب العالمي عندما كانت الإرخاء الأكتب بخلها عندما اقتربت من الحياة الدولية الإعجابي على المثال الإخ 유قرية مستخدمة مجمعة 4,000 يتبعون لفتحة العالمين لذلك لن نحن ستبعي من الحياة الدولية نستطيع أن تسركنكم للإعاقراء الأكتب لجميع التقرير الأكتب الراجل كان هيخرج من هدومه انتو مش عايزين تساعدونا بحاجة ما صعبناش عليكم طب ادونا خودة انتو مش عايزين تدونا خودة خودة واحدة حتى قالهم يعني ده مش سلاح مش ممكن الرعب اللي انتو فيه ده الخوض دي ممكن تحمي حياة بني آدم مش ممكن ابدا نستخدمها في انها تسبب موت بني آدم كيف تملكونا هذا القلب الذي لا يستجيب المشكلة ان دي مش اخر مخاوف اسرائيل ولا انتقف المخاوف عند هذا والطلب الاكثر رعبا اللي خايفة منه اسرائيل انه تم تسريب من جهات عالية جدا في روسيا ويبدو ان بوتين لمح بده لبنيت ان روسيا بتطالب اسرائيل انها تساعدها فانها تاخد وتستلم زيلينيسكي حيا بوتين لا يريد ان يقتل زيلينيسكي يريده حيا طب مين يساعده يطلب هذا من اسرائيل عشان هي اللي تقدر بطبع علاقتها القوية جدا وان زيلينيسكي مش مخونهم تساعده في الوصول لزيلينيسكي حيا اسرائيل في وضع حرج جدا لا يقل ابدا عن الوضع الحرج للديكتاتوريين العرب موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر